الآن أرباب محلات الذهب الملاح يقررون خوض إضراب عام وإغلاق محلاتهم بسبب قرارات هدم يقولون أنها غير شرعية اصطفى عدد من التجار من مهني المشغولات الذهبية بفاس صباح يومه الأحد في وقفة احتجاجية وأعلنوا دخولهم في إضراب عام بسبب قرارات هدم في حق بعض المحلات يرى المحتجون أنها غير شرعية ويتعلق الأمر بتجار حي الملاح التاريخي على أطراف المدينة العتيقة لفاس والمشهور بصناعة المشغولات الذهبية وباحتضان تجارة الحلي والمجوهرات ترجمة نانسي قنقر